ترطية ناجحة و سريعة بتحضير قوموا معايا بشوفوا التفاصيل للوصفة السلام عليكم متابعين و متابعات قناة ميدان اليوم عندي ليكم واحد الوصفة اللي هي سهلة كتوجد بنسبة للعشاء إذا ما لقيتو شي حاجة ما تديرو العشاء لوجبة العشاء هاد الوجبة هادي سريعة و كتوجد ضغياء و كتبغيش المقادر بززاف كيما غنوريكم ولكن قبل ما نوريكم الطريقة وللمقادر نبغي تشجعوني باللايك باللايكات و تابونوا معايا فلاشين في التحت ديال الاشين كينا واحد الابوني واركو عليها بش تعونوني وتشجعوني بش نزيدوا بهاد الاشين القدام و نزيد لكم فيديوهات اخرين و إن شاء الله نوعدكم ديما يكون جديد إن شاء الله عن لغة بنسبة لهاد الوصفة اللي هي التورطية الإسبانية سهلة نوريكم واحد طريقة ديالها سهلة قبل ما نوريكم هنا رديجة كنت ديرها واحد هنا ديرها جوج بتاتات حكيتهم في الحكاكة الغليطة و درتهم في الماء باش نحيدوا منهم هذا الطحين اللي سيكون فيهم و ندير معهم شوية ديال الخل باش البتاتات فقط بخينا نقر ملاف التورطية ما كدجيش معجنا هنزيدوا معاها هدني بالمسبة العطرية اللي غنبغيه و هنبغيه الملحة الابزار و التومة هنا شوية ديال ربيع تسد البيضات و نص كاس ديال الحليب بارد و شوية ديال الزيت النباتية اللي غنطيبو بها التورطية هده هم المقادير اللي غدي يصلاحو لها التورطية ان شاء الله قبل ما نبدو هادي نصفو بعدها هاد البتاتات اللي حكينا نصفوها في صفاية باش تنشوف شوية من الماء و عدم دو الطياب ان شاء الله ان شاء الله هاتو ما كيف شتو هنصفيتها هنخليوها تستقطر من الماء كما شتوها واللون ديالها كيبقى مزيان ما كاتكحلش ما كاتكحلش بكاتنقول ما كاتكحلش و كاسبقى زوينة هنخليوها تستقطر فهاد الاتنع ما نوجد لكم على الخلطة اللي غدي نكبوع لها هاي الطريقة اللي غنصاوب لكم ده با سهلة والبتاتاتاتات تطيب فيها مزيان ما كاتبقاش في هاديك كاتبقاش تحسي بها خضرا في الماء كلانية لها و كاتجيب نينا هانتو ما أنا مشيت جيبت واحد لابول هنهرسوا فيها البيضات اللي عندنا هادي 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 هاهههه كسرة اللي سيبقوا لنا هنا كتجينا صعيبة أننا نجبدوها بحال هكا غلوط طريقة اللي سأريكم هي هادي ناخد واحد شوية دي الماء نغتصو في أصبح دينا ونديرو كمسو سهلو غضيتمشي لانيشان مشيها هيا تحت نخشيو سبع نار ونحاولو نجبدو الأخرى لدي طحول ياجوج هيا وصافي 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 وشتينا هم القشور تتحيدو سهلين ونقوم نخلطو في دينام فضل البيض هذا على الوغة كنخلطو هذا البيض اللي درنا حالكا واحد شوية لدينا كنخلطو إذا اضعوا لدينا مشيئة مكتب نضيف ملحة ونقوم مكتب مصر ملح والإبزار لحسب الضوء ملح والإبزار دائما لحسب الضوء كما سأخبركم ملح والإبزار قتلنا تومى نأخذها قليلا ملح والإبزار ملح والإبزار ملح والإبزار ملح والإبزار ملح والإبزار نضيف ملح والإبزار ملح والإبزار هذه هي الخلطة التي سنكبتها نفق ملح والإبزار بسم الله سوف نضغط الطيار سوف نضغط على المقلة لكي تسخن سوف تسخن قليلا سوف نضغط على نهار متوسطة سوف نضغط على زيت النبات سوف نضغط على نهار متوسطة سوف نضغط على نهار سوف نضغط على نهار سوف نضغط على ماء مكون نضغطDas نضغط نعررها ثم نضع مرة قليلا نضعها ننفق ننصحت و ننصحت ننصحت سوف يجب ان تقوم ببطاطا جميلة نضيفه في هذه الطريقة نضيفه في الطريقة نضيفه بطاطا يجب ان تقوم بسبحاني يجب ان تصمير الطبيعة و هذا الطريقة و الكبور صغير لا يزعر بها الساعة لتجعل انها تحمر تجعل الناس تحمر تجد منا تجعل منا تجعل الناس ثم تحضر نضيف الحلقة على المخلطة نضيف الحلقة نضيف الحلقة و نضيف الحلقة ننسيت أن أخذت لم أحد الأمور في الخلطة اللي صوبنا قبيلا هذه سنزيد لها شوية البصلة فودرة هذه اختيارية على حسب الأضوار كين يتعجبو وكين يتعجبوش لكشيش المدرة تتعجبو مع المقادر هيا شتيوها هادي نزيدها شوية وحض المعلقة صغيرة نزيدها مع سأعطي واحد من سمازوينة لها لها التورطية كنتجيب حالة دارين فيها البصلة تقدو تدروها عوثيني بالبصلة هاد التورطيرة كنتجيبو نزيدها اي حاجة بغينا البصلة نيز نحكوها وكنطيبوها مع الطاطة بحال هكا في هذا الوقت اللي كنتطيبو حنا للطاطة ندرو معها البصلة وكنتشحرتها في الزيت تلك المدكة ساعتني سمزلها في الزيت ونستبعين أفضلها منطح سعيدوها منطحة المنطقة ستبعين سوف نشعرها بصيرة أعودة سوف نشعر بصيرة طيبة سوف نشعر بصيرة طيبة سوف نشعر بصيرة طيبة سوف نضع الخليط سوف نضع الخليط سوف نضع الخليط وخفز سوف نضع الخليط سوف نضع الخليط اضع الكريطة اضع الكريطة اضع الكريطة ترتبيب اضح اضع نقطة تقوم بتغطية سوف نقوم بها و دعوها 1-5 دقيقة من بعد نقلبها سوف نقلبها كيف نقلبها الترطيب لكي لا تهرس لنا من بعد نقلبها من بعد نقلبها نقلبها و نرى أنها أصبح لصقة من الأجن نحاول أن نقلبها لكي سهل لكي نقلبها نقلبها لكي من الأجن لكي نقلبها هذه الأجنة نصقها سهلة نصقها نقلب الدبرة من ستحت استمرها من الجهه الأخرى الطريقة لنقلبها نشف واحد الصينية تضيفة نضيفها نقلبها نضيفها نرى الان ان يجلس سفي عملة سوف نرى الان فى الماء انتظروا الان نضعه من الفوت و نضعه يدوب نضع الاختيار إذا كان فرمج محكوم نضعه من الفوت نقص على العافية و نضعه نضعه و نضعه نضعه سوف تكون طابت نضعه و 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 نضعه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة